في خبر مغير أعلنت سويد الجمعة أنها ستسحب خلال العام الجري قواتها المشاركة ذمن البعثة الخاصة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الإفريقي وقالت وزيرة خارجية السويد أن ليند على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في غرب فرنسا قررنا بالفعل أن ننسحب هذا العام من قوة تاكوبا التي تقودها فرنسا وكان البرلمان السويدي وافق عام 2020 على نشر قرابة 150 جنديا في مهمة تاكوبا بينما يوجد للسويد نحو 250 عسكري في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي من أسما